اهلا بكم حبيبي في قناتي على اليوتيوب بمنظفات اقتصادية مع حنالي والرأي النهاردة حبيبي هنعمل مع بعض وصفة رهيبة فعلا متعددة الاستخدام يعني ممكن تستخدميها بديل تكسبون لزيادة الرغوة في اي منظفات انت بتعمليها لو عامل اي وصفة منظفات وما فياش رغوة فبتزودي الرغوة منها تستخدميها برضو كصابون سائل تستخدميها برسيل جيل تستخدميها برضو منظف للسجاء ده منظف للسيراميك مزيل للدهو نعم كل ديها تستخدمت لها رهيبة برضو ممكن تستخدميها برضو لغسيل الموعين يعني هي ممكن تستخدميها في كل حاجة لغسيل الستائر وصفة فعلا فعالة جدا وزي ما انتوا شايفين الرغوة رغوة رغوة عالية جدا جدا نعم وتقدر اللي انت تلونيها بأي لون انت عايزة أنا عملتها باللون متاحها الطبيعي وما تنسوش حبيب تصلى على رسول الله كده في التعليقات وتابعوا ليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم حبيبي معكم حناية ورأي تعالوا بي يا حبيبي نبدأ الفيديو الأول بالصلاة على رسول الله علي فضل الصلاة والسلام ونشوف حبيبي هنعمل الوصفة النهاردة إزاي أول حاجة أنا معايا 2 رتل مية في العلبة ومعايا كوباية من النشا وعنستخدم 4 قطع من الصابون البلدي اللي أنا كنت أعملها معاكم وعنستخدم معلقة كبيرة من الصودا الكوية معلقتين كوبارمن بيكاربونات الصوديوم معلقة كبيرة من ملح الطعام وهنا معايا رتل مية تاني هناخد منه يعني حوالي نص كوباية كده عشان أعمل بيها محلول السودا الكوية ودي وقتي هنحط نص رتل كده في الحلة ومعايا دول كده 4 قطع من الصابون نفس الصابون اللي أنا ورتها لكم بس أنا بدل مبشوره فقطعته كده بالسكينة لأن يعني كنت عاملها لسه قريب فهي نفس الطريقة اللي أنا مشاركها معاكم في القناة ممكن ما صورتهاش بس كنت لسه عاملها قريب عشان كده الصابون يطار شوية فقلت بقى إيه اللي أنا أعمل بيه وأستخدمه يعني هو المفروض المفروض انت ما تيجي تعملي بصابون تسبيه لحد ما ينشف تماما وبعد كده تستخدميه بس أنا طبعا عشان بعمل على طول فالصابون بيخلص من عندي أول باول وبوزع بقى على الحبايب وكده يعني فدوقتي بقى إيه حطيت الصابون كده أربع كطع من الصابون مقطعهم مع نص رتل مية وحطيته على البطاجاز وهنا حطيت الكوباية دي كوباية تنشا بتاخد كم معلية تنشا الكوباية دي ست معالي كبار من النشا دوبتهم في اتنين رتل من المية فبندوب النشا كده إيه كويس وبعد كده هو تقيحة بايبي بعد ما يدوب نبدأ بقى إيه نعم نجاهز محلول الصودة الكوية أنا هنطكد مخليه نص كوباية مية في الكوباية وبنحط عليها معالاة كبيرة من الصودة الكوية وحنبدأ نقلبها كده أنا بقلبها دوقتي بفرشة أسنان قديمة باستخدمها في تقليب محلول الصودة الكوية يعني ما ينفعش اللي إحنا نستخدم أي حاجة إحنا بنكل بيها يعني فغلط فأي حاجة بتستخدمها في المنظفات تكون الحاجات يعني مستغنية عنها وطبعا لما بتيجي تعملي محلول الصودة الكوية بتقليبيه فيفضل أنت تكون اللابسك ماما ويكون الشباك المطبخ عندك يكون مفتوح عشان رحة الأبخرة اللي بتطلعها وتخلي بالك عشان ما فيش حاجة تيجي على أديك يلا إن دي مادة كوية بنبدأ نحطها كده على الخليط النشا وبنقلب كده كويس لحد ما يتحول لجل فهنا بس عشان كمية المية كتير 2 رتل مية فعياخد وقت شوية مع بل ما يتحول إيه لجل فأنت لو عايزة يتحول لجل على طول فبتقلبي النشا مع رتل مية الواحده الأول وبعد كده ممكن تزودي المية بس أنا قلت إيه لا قلت لنا أحط بقى النشا على إيه كمية المية إيه اللي أنا عايزة هنقلب فيه بقى شوية كده ما تستعجينيش هو هيتحول معيكي لجل على طول دوقتي بقى هنجهز معي بقية المية اللي فضله هنحط عليها معلقة واحدة من ملح الطعاق ومعلقتين من بيكربوناتو السوديو بيكربوناتو السوديو برهيب فعلا بيديلك نظافة رهيبة وبيشلك البقع وبيشلك كمان لو تستخدمي الصابون اللي هاردة في الملابس يعني فحيشلك حتى لو فيها ريحة عرق والملابس من كمكيمة أو كده فبيخلصك من الريحة ديته كمان بيخلصك من لو في بقع في الملابس فبيشلهالك على طول نتابع برضو كده هوت ونشوف بقى إيه الصابون أخبار وإيه كان سكر تومين فاستخدمت منه معلقتين ممكن أي سكر عندك سكر أبيض اللي هو بيتباع في السوبر ماركت اللي متوفر عندك تستخدمي ده بس عشان سكر بيساعد في زيادة الرغبة وكمان بيدي ترتيب ونعمة كده للإيدين بيكون بديل الجيرسلين يعني انت لو ما عندكيش جيرسلين تستخدمي في الوصفة النهاردة فهو السكر بيقوم بالدور ده هو بيباع بديل الجيرسلين طبعا الجيرسلين أنا عملا معاكم قبل كده في القناة وعمل برضو معاكم بيكربونات السوديوم اللي أنا استخدمته ده اللي أنا عملا برضو طريقته موجودة في القناة زي ما تشايفين دلوقتي بقى إيه حبايبي فضت المحلول اللي أنا كنت مجاهزة شوقات الماية اللي أنا قلبت فيهم معلقتين كبار من بيكربونات السوديوم ومعلقة ملح الطعام ونزلت بهم وديت تقريبة كده ودلوقتي بفضي بقى إيه خليط الصبو اللي أنا دوبته على البوتاجياز اللي هو أربع قطع من الصبو البلدي اللي أنا كنت عاملها للصقريب وكنت حطه معلقتين كبار من السكر وصفة النهاردة مش هحط فيها صبون سائل من عند التعامل منوظفات ولا حاجة أنا دلوقتي هكتفي بالصبون البلدي اللي أنا كنت عاملها طب الأربع قطع دولت وزنهم قد إيه للناس اللي عايزة تعرف بالجرامات بالزبط دول كده الأربع قطع أنا وزنته عاملين ربع كيلو ربع كيلو من الصبو نعم يبقى أي صبون عندك تقدر اللي انت تستخدميه بنفس يعني في الوصفة طيب لو انت مثلا ما عندكيش مثلا صبون بلدي جيبي صبونه بلدي من عند بتاع المنظفات ولو عندك صبون بريحة بواقي صبون يعني فممكن تستخدميها أو تستخدمي نصف صبونه بريحة في الوصفة الصبون اللي بريحة عديلك ريحة حلوة للصبون يعني لو ما فيش عطر اللي انت تحطيه فممكن تستخدمي أي بواقي صبون بريحة زي ما انتو شايفين حبيبي ده كده شكله طبعا أنا بعد ما عملته بسيبه بقى لحد ما يبرد تماما نعم ويبقى تيجي كده تشوفيه كده تحطيه دك على العلبة تلاقي اللي الصبون برد تماما فيبقى فيه لزوجة جميلة جدا نعم وزي الصبون اللي بتاع الشركات بالزبط جبت حبة مية في علبة وبريفة الموعين او الزبونشة فبنبدأ بقى حب ده اللي انا اجرب لكم الرغوة رغوته جميلة جدا جدا وبرغم كده انا لا حط صبون سائل جاهز ولا اي حاجة خالص الرغوة دي جاية من ايه من الصبون البلدي اللي انا استخدمته اللي انا استخدمته اللي انا كنت عامله هي نفس الطريقة اللي موجودة في القناة هي اللي انا بعملها طبعا الصبون دوات معمول بمكونات رهيبة جدا نشوفوا الفيديوهات دي هتحبايبي هتلاقوها موجودة في القناة عميل الصبون البلدي وكنت مقدمها اللي هو كم مشروع تجاري لان كان فيه ايام اهم بتابعك اتطلبة الصبون دوات وعملته انا شكرا بالمشاهدة السلام عليكم